قبل شهرين اتسل صديقي من دبي قال لي بكلمة واحدة يا حبيب الله أنا أجزت لزوجتي وأختي لكي تنتحرها قلت هذا لا يجوز في الإسلام يا أخي قال والله يا حبيب أحد الصينيين كنت أتعامل معهم بالتجارة جاء من داخل الصين إلى تركستان وكلمني بالواتساب أو بويشات قال أنا جئت إلى تركستان هل تريد شيئا قلت والله أريد أن أكلم أمي عن طريق هاتفك اذهب إلى بيتي وخلي أمي يكلمني يقول ذهب إلى بيتي وفتح ويشات صوت والصورة نعم هو برنامج محادثة الصينية والبرامج أخرى ممنوع في الصين نعم أمي ماسك الهاتف قال يا ابني نحن خلاص انتهينا إنسا يعني كل النساء التي لديهن قابلية للإنجاب تمت عليهن عملية لتعقيمهن يعني الآن في الصين كل بنت كل إمرأة لديه قابلة للإنجاب كل إمرأة مسلمة داخل تركستان الشرقية قال إياقلت أخذت من قريتنا كل نساء اللائي لديهن قابل الإنجاب إلى العيادة وأجرت عليهن عملية تعقيم نعم ثم قال رأيت في بيتنا سنم وأمامه التعام يعني أمي قالت انظر وقال كل والصينيون الآن يبيتنا في بيوتنا معنا لذلك نحن خلاص كيف يقوم الصينيون بالمبيت داخل هذه البيوت يعني هذا صين عنده سياسة الأخوة قالوا يأتونا بالصينيين من داخل الصين وأول شيء قالوا أسبوع أسبوع كامل يسكن الصينيون مع التركستانيين ثم قالوا أسبوع شهر شهر ثم زاد ثلاث أشهر في الصنة ثلاث أشهر الصينية مثلا رجال في السجن وإذا بقي النساء في البيت يأتي الصينيين ويسكن في هذا البيت ويعمل ما يشاء لذلك زوجته وأخته استأذنت من هذا الرجل لكي تنتحره